استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني حول الفعاليات الثقافية التي تم تنفيذها بمحافظات المنوفية والمينيا وبني سويف وذلك خلال الفترة من الثاني عشر وحتى الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مجلس الثقافة والفنون هي أحد أدوات قوة مصر الناعمة مؤكدا ضرورة وأهمية تكثيف الأنشطة الفكرية والمعرفية والثقافية دمن مبادرات حياة كريمة لتطوير الريف